عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى فرنسا والتي استغرقت عدة أيام وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي وسامى جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد الذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام وكان في استقبال السيد القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية السيد سباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستراد حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكل البلدين وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وسامى جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية وعقب المراسم عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائية لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكل البلدين وأشهد القائد العام للقوات المسلحة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين من جانبه أشهد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين على كفة الأصعدة وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بزيارة لمقر رئاسة الأركان الفرنسية بيلارد حيث التقى خلالها الفريق اول تيري بوكارد رئيس اركان الجيوش الفرنسية تناول لقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بانشطة التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات بما يعظم القدرات القتالية لكل الجانبين كما التقى القائد العام بالفريق اول فابيان مندون المستشار العسكري الاول برئاسة الجمهورية الفرنسية وتناول لقاء عددا من مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية